أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا في سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في تأسيس مبدأ مهم على مستوى الواقع الإسلامي وهو مبدأ مراعاة المصلحة الإسلامية العليا وانعكاس هذا المبدأ مراعاة المصلحة الإسلامية على المصلحة الشخصية انعكاس هذا المبدأ على حياتنا العملية حتى على مستوى مشاريعنا الدينية يقول أمير المؤمنين عليه السلام لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن من جور إلا علي خاصة الإمام سلام الله عليه من خلال هذه الكلمة يريد أن يؤسس مبدأا إسلاميا للحفاظ على الإسلام يتنازل عن حقه الشخصي يتنازل عن ظلامته من أجل الحفاظ على الإسلام وبقاء الإسلام قويا منيعا هناك إنجازات متعددة قام بها أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى وأهم هذه الإنجازات صيانة الرسالة الإسلامية هذا مبدأ أساس كان يعيشه الإمام علي عليه السلام كان الإمام يرى نفسه أنه المسؤول الأول عن صيانة الإسلام وحفظ الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله فكان أول عمل يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كان هناك امتحان لعامة المسلمين فئة ذهبت وأرادت أن يكون هناك امتداد على مستوى الشورى لخلافة النبي صلى الله عليه وآله ونحن نعتقد بأن الخلافة مشروع إلهي يعتمد على التنصيب الإلهي أمير المؤمنين عليه السلام تنازل عن هذا الحق أو تغاضى عن هذا الحق من أجل الحفاظ على الإسلام فأول عمل قام به النبي صلى الله عليه وآله قام به أمير المؤمنين عليه السلام هو جمع القرآن الكريم بقى في داره لمدة ستة أشهر ولم يخرج من داره وآلى على نفسه أن يضع الرداء على كتفه حتى يجمع القرآن الكريم قد هنا يطرح تساؤل ألم يكن القرآن الكريم مجموعا في زمن النبي صلى الله عليه وآله نقول هناك جمعا الجمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله هو جمع للنص القرآني جمع النص القرآني كان مجموع في زمن النبي صلى الله عليه وآله أما ما قام به علي عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هو الجمع التفسيري للقرآن الكريم جمع النص القرآن كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولكن الجمع التفسيري للقرآن الكريم الذي استغرق ستة أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله هذا الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام بعد انقطاع الوحي التشريعي بوفاة النبي صلى الله عليه وآله ماذا فعل جمع هذا القرآن ومن خلال هذا الجمع المفصل أشار الإمام سلام الله عليه إلى العام والخاص في القرآن الكريم والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ وأيضا أشار إلى العزائم والرخص وأيضا أشار إلى السنن والآداب وأيضا أشار إلى أسباب النزول كل هذه الأمور ذكرها في هذا الجمع التفسيري للقرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله فإذن أمير المؤمنين عليه السلام قام بجمعين للقرآن الكريم الجمع الأول جمع النص القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وآله الجمع الثاني هو الجمع التفسيري بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله والذي استغرق ستة أشهر هذا الجانب الأول الذي يرتكز على الحفاظ على القرآن الكريم من التحريف يعني شوفوا أي جهة وأي جماعة تريد أن تلال من الإسلام أولاً تبدأ بالعبث بالقرآن الكريم تحرف القرآن الكريم عن حقيقته تارة يكون التحريف تحريف في ألفاظ القرآن الكريم وتارة يكون التحريف وهو الأخطر في معاني القرآن الكريم ومحتوى القرآن الكريم فأمير المؤمنين عليه السلام تصدى لهذا الأمر حتى يحفظ هذا القرآن الكريم ليس فقط على مستوى النص القرآني وإنما أيضاً على مستوى المحتوى والمضمون القرآني هذا الأمر الأول الذي قام به الأمير المؤمنين عليه السلام الأمر الثاني الذي قام به أمير المؤمنين عليه السلام على مستوى إنجازات ذات الإمام سلام الله عليه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله كتاب الجامعة ويعبر عنه أيضاً بكتاب علي أو مصحف علي طبعاً المصحف بمعنى الكتاب مصحف باللغة العربية يعني الكتاب ليس خصوص القرآن القرآن يسمى مصحف بلحاظ أنه كتاب ولكن ليس كل مصحف يعني قرآن فهذا يسمى كتاب الجامعة كتاب علي مصحف علي ولكنه ليس قرآناً كمصحف فاطمة أيضاً هذا ليس قرآن وأن الشيعة عندهم مصحف وقرآن آخر غير القرآن الموجود عند المسلمين لا نحن في مساجدنا وفي مآتمنا وفي بيوتنا هذا القرآن الكريم الموجود عند عامة المسلمين والموجود في بيت الله الحرام وهذه التسميات مصحف علي مصحف فاطمة ليس هو قرآن وإنما هو كتاب خاص بأمير المؤمنين كتاب خاص بفاطمة الزهرة فهذا الكتاب كتاب الجامعة أو كتاب علي أو مصحف علي هو كتاب طوله سبعون ذراعاً من إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي مكتوب على الجلد المسمى بالرق طبعاً إضافة الجلود إلى بعضها البعض كونت منه مصحفاً طوله سبعون ذراعاً من الجلد وقد احتوت الجامعة على جميع الأحكام يعني هناك قرآن أو جمع للقرآن على المستوى التفسيري لمدة ستة أشهر هذا على مستوى القرآن وأيضاً كتاب الجامعة هو كتاب الأحكام كتاب حوى جميع الأحكام الشرعية حتى أرش الختش يعني إذا مثلاً إنسان خدش إنساناً آخر ما هي الوظيفة الشرعية؟ ما هي الدية؟ حتى على مستوى أرش الختش هذا الختش البسيط في بدن الإنسان فكتاب الجامعة هو من إملاء النبي صلى الله عليه وآله وخط علي يرتبط بالأحكام بشكل تفصيلي وهذا الكتاب يتوارثه الأئمة سلام الله عليهم أجمين يعني الآن ما عدنا هذا الكتاب حتى القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة النبي عرضه على القوم فرفضوه يعني الآن نحن حرمنا من القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين جمعاً تفسيرياً حرمنا منه وأيضاً حرمنا من كتاب الجامعة وهو الآن يتوارثه ألا إما سلام الله عليهم أجمعين وهو الآن موجود عند الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريط هذا على مستوى إنجازات أمير المؤمنين عليه السلام في حفظ المصادر التشريعية خصوصاً القرآن الكريم والأحكام الشرعية لهذا تروا أن أي جهة وأي فئة وأي جماعة تستهدف القرآن الكريم يتصدى لها العلماء من دون خجل في هذا الأمر بشكل واضح وقاطع وصارم لأن هذا عبث في الدين الأمر الثاني من إنجازات أمير المؤمنين عليه السلام صيانة الأمة والكيان الإسلامي تحت هذا المبدأ مراعاة المصلحة الإسلامية العليا بعد غياب النبي صلى الله عليه وآله أحدقت الأخطار الكبرى بالإسلام من خلال الأعداء الخارجيين والأعداء الداخليين على مستوى المنافقين اعتمد الإمام على مبدأ رعاية المصلحة الإسلامية العليا لتحقيق عدة أهداف وأهم هذه الأهداف صيانة وحدة الصف الإسلامي وإصداء النصيحة وتقديم المشورة للخلفاء للرغم من أنه أبعد إلا أنه كان يتعاطى بشكل إيجابي حتى مع الخلفاء من خلال إصداء النصح والإرشاد والتوجيه لهم فيما يخدم الإسلام أيضا على مستوى الدفاع عن كيان الدولة الإسلامية من الأعداء الخارجيين والحفاظ على ثغور الدولة الإسلامية بالإضافة إلى المراقبة والمحاسبة المستمرة لجهاز الحكم في الدولة الإسلامية هذه المهام الأربع قام بها أمير المؤمنين عليه السلام الآن أذكر الآن أذكر مسألة واحدة وهي صيانة وحدة الصف الإسلامي نبدأ الوحدة على المستوى الداخلي حفاظا على الإسلام هناك ملامح متعددة قام بها أمير المؤمنين من أجل صيانة وحدة الصف الإسلامي هذا هم لابد أن نحمله أيضا أولا توقف عن المطالبة بحقوقه ومنها الخلافة وأيضا حتى حق زوجته الصديقة الطاهرة الزهراء في أرض فدك توقف عن المطالبة به عفاظا على الإسلام ووحدة الصف الإسلامي أيضا نلاحظ مثلا أن هناك بعض العروض أتت لأمير المؤمنين عليه السلام على مستوى الخلافة أولها كان من أبي سفيان عندما جاء أبو سفيان لعلي بن أبي طالب عليه السلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله قائلا يا أبو سفيان يا أبو الحسن أبصط يدك حتى أبايعك فأبا عليه ذلك يعني أبو سفيان جاء لمبايعة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام حتى يكون خليفة على المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وكأنه هو الحريص على ذلك بعد ذلك زجره أمير المؤمنين عليه السلام قائلا إنك والله ما أردت بهذا إلا الفتنة بصير وعي بعد ذلك لم يكتفي أبو سفيان بذلك بل ذهب إلى من؟ ذهب إلى العباس بن عبد المطلب يعني هناك مشروعان مشروع يحافظ على وحدة الصف الإسلامي حتى لو تنازل عن حقوقه وهناك مشروع تخريبي للنيل من الإسلام بعدها ذهب أبو سفيان إلى العباس بن عبد المطلب فقال له يا أبا الفضل أنت أحق بميراث بن أخيك أمدد يدك لأبايعك فلا يختلف عليك الناس بعد مبايعتي إياك قل أنا إذا بايعتك الناس سوف تبايعك فضحك العباس وقال يا أبا سفيان يدفعها علي ويطلبها العباس إذا كان علي بن أبي طالب رفضه أن يعطيك البيعة أنا أقبلها فرجع أبو سفيان خائبا أن كان بإمكان أمير المؤمنين عليه السلام أن يوظف هذه المواقف من أجل استلامه للخلافة ويكون حاكما على المسلمين لكنه ابتعد عن هذا الأمر حفاظا على وحدة المسلمين ووحدة وحدة الصف الإسلامي هذا موقف ربما البعض منا حتى في أوساطنا في مشاريعنا الدينية هكذا لا بد أن يسود هذا المبدأ لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن من جور إلا علي خاصة قد أكون في مؤسسة دينية وأنا محق وصاحب حق ولكن وجودي في هذا المكان قد يربك هذه المؤسسة الدينية من خلال وجود وجهات نظر متباينة تؤدي إلى ضعف هذه المؤسسة الدينية وأنا على حق وظيفتي إذا كانت نظرتي متوجهة إلى الله وإذا كان عملي في سبيل الله أن أتنازل عن كل هذه الأمور حفاظا على هذه المؤسسة الدينية حفاظا على هذا المشروع الديني المشروع هذا المشروع لا ينحصر استمراريته وبقاؤه بشخصي وإنما لابد أن أكون مساندا لهذا المشروع الديني حتى ولو كان المساند متوقف على خروجي وابتعادي من هذا المشروع قد يكون هناك الأكفأ مني قد يكون هناك الأنسب والأليق بل ربما أكون أنا الشخص المناسب لكنني غير مقبول في ذلك الوسط لابد أن أبتعد حفاظا على هذا المشروع حفاظا على هذا المبدأ أيضا موقف آخر موقف الإمام مع عتبة بن أبي لهب فقد هب عتبة وكان شاعرا متكلما بليغا كان يدافع عن حق أمير المؤمنين عليه السلام في الخلافة بعد حارثة السقيفة ومن ضمن ما قال ما كنت أحسب أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن أليس أول من صلى لقبلتكم وأعلم الناس بالقرآن والسنن ماذا فعل معه أمير المؤمنين وقد نهاه الإمام وقال هذا المبدأ المبدأ العلوي الذي لابد أن نمارسه في حياتنا وفي واقعنا المعاش قال له سلامة الدين أحب إلينا من غيره هذا موقف آخر موقف ثالث موقف الإمام من المعركة الإعلامية التي حصلت بين المهاجرين والأنصار كانت هناك فتنة بين المهاجرين والأنصار افتعلها بعض المنافقين وكاد الأمر أن يصل إلى مرحلة الحرب الأهلية في الدولة الإسلامية بين المهاجرين والأنصار أمير المؤمنين عليه السلام وأدى هذه الفتنة وأطفأ نارها وقال يا معشر قريش إن حب الأنصار أنصار إيمان وبغضهم نفاق حسم الموضوع وقد قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم هذه مواقف هذه مواقف وغيرها من المواقف أيضا وهي تعد من إنجازات أمير المؤمنين عليه السلام كيف نستفيد من هذه المواقف التي سطرها أمير المؤمنين عليه السلام في حياتنا المعاشا أولا لا بد أن يكون الهدف في أي عمل نقوم به وجه الله عز وجل إذا كان المنطلق الله سبحانه وتعالى من حيث المبدأ والمنتهى فحينئذ سوف يكون هذا العمل عمل مبارك كم من أعمال بدأت ومشاريع تأسست ولكن حينما غاب الله سبحانه وتعالى عنها انتهت وتوقفت وتفككت أساس المشروع أي مشروع لا بد أن يكون رضى الله عز وجل رضى الله عز وجل فإذا كان الله عز وجل حاضرا في هذا المشروع في كل حركاته في كل أموره في كل مواقفه فحينئذ هذا المشروع سوف يكون مشروعا مباركا يعني كما قلت بعض الأحيان مساندة المشروع لا تكن بوجودي فيه بعض الأحيان تكون مساندة المشروع من خلال خروج عنه أمير المؤمنين عليه السلام دعم الدولة الإسلامية ليس في موقعه كخليفة شرعي للمسلمين وإنما دعم هذا الأمر من خلال توقفه عن المطالبة بهذا الحق الشرعي بعض الأحيان الإنسان يتوقف عن المطالبة بحقه ويتحمل الظلام على المستوى الشخصي من أجل الإسلام من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل هذه الثقافة العلوية التي لا بد أن تتحرك في واقعنا المعاشر لأننا لو نظرنا في الوسط الديني والإيماني يعني أنت من تشوف مشكلة في وسط إيماني ومؤمن لو ترجع بتشوف نتيجتها مخالفة هذا المبدأ العلوي هذا الميزان العلوي مراعاة المصلحة الإسلامية العليا والتنازل حتى على مستوى الحق الشخصي لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولو لم يكن من جور إلا علي خاصة البعض يدافع عن نفسه بعنوان أنه يدافع عن مشروع لا دفاع عن المشروع إنما يتمثل في ملاحظة المصلح العامة أما وسوسة الشيطان التي يتخيل هذا الإنسان أنه يدافع عن الدين في حين أنه يدافع عن شخصه عائلته قوميته عشيرته فهذا منطق لن يستمر ولن يكون هذا الأمر وهذا المشروع مباركا من الله سبحانه وتعالى هذه أهم قاعدة نستفيدها من علي بن أبي طالب عليه السلام في محافظته على الدولة الإسلامية وهكذا حال أصحابه سلام الله عليه خصوصا في هذه الليلة ليلة مصيبة هذا العملاق هذا الفارس الذي هزم الأبطال في ساحة المعركة في هذه الليلة بقي على فراشه وهو معصوب الرأس يقول الأصبغ بن نباته غدونا إلى أمير المؤمنين ونحن نفر من أصحابه فسمعنا البكاء في منزله فبكيت حتى ارتفع صوتي في البكاء بعد ذلك خرج له الإمام الحسن عليه السلام وقال ألم أقل لكم انصرفوا فقال الأصبغ سيدي ومولاي لا والله لا تتابعني نفسي ولا تحملني رجلي أن أنصرف ولم أرى سيدي ومولاي بعدها بعدها أدخله الحسن يقول الأصبغ فإذا هو أي الإمام مستند ومعصوب الرأس بعمامة صفرى قد نزف دمه واصفر وجهه فما أدري وجهه أشد صفرة أم العمامة ثم نظر الإمام إلى أولاده وفيهم الحسن والحسين وزينا فقال أما أنت يا أبا محمد ستقتل مظلوما مسموما مضطهدا بعدها التفت إلى الحسين وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة وسوف تذبح ذبح الشات من قفا وترد أعضاءك بحوافر الخير ويطاف برأسك في ممالك بني أمي وماذا عن زينب يا أمير المؤمنين وحريم رسول الله تسبا وإن لي ولهم موقفان يوم القيامة تقبل عمالنا ضحوائجنا للدنيا والآخرة اللهم ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأفلح من صلى على محمد وآله الطيبين الطاق اشتركوا في القناة